قبل ما ندخل بتفاصيل الكتيرة في موضوع كاس الأمم وملف هذه البطولة اللي الحقيقة يعني جذب كل الاهتمام والانتباه الأهلي في هدوء بيواصل تجهيز فرقته للفترة اللي جاية مستر مارسو الكورر من خلال الاختبارات والتدريبات اليومية لتأهيل الفريق بالذات كمان الجداد يمكن دخل على طول النجم الفلسطيني وسام أبو علي وديكوا شايفين مودست وبقيت اللعيبة كلها الحياة شغالة بحماس شديد لكن كمان الجديدة باشموندس أن مستر كورر عشان يستكمل التدريبات صعد عدد من اللعبين الناشئين عشر لعيبة من قطاع الناشئين وده في حد ذاته كويس أن الولاد ياخدوا فرصة أن هم يتشافوا ويسقل موهبتهم ويبقى عندهم أمل حتى لو كان التصعيد ده مؤقت لسد النقص لكن في النهاية قديك بتلمس ملعب التيتش وبتتعامل مع الدرجة الأولى ويبقى فيه فرصة تتشاف وتتشاف العشر لعيبة يوسف عبد الحفيز وأحمد عبدين وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسامير محمد ومعتز محمد ومصطفى أبو الخير وأحمد طعامة كمان السنائي حازم جمال وطرق حسن الحراس الصعادين بيشاركوا في تدريبات حراس المرمى والفريق بيوصل تحضيراته للفترة اللي جاية انتوا عارفين أنه أقرب حاجة للأهلي مباراة شباب بالوزداد في الجزائر هتبقى 17 أو 18 فبراير في دوري الأبطال دي أقرب ارتباط للفريق طبعا السنائي أحمد عبدالقادر وريضا سليم بيوصلوا البرنامج التأهيلي الخاص بيهم تحت إشراف الجهاز الطبي والرباعي مصطفى شبير ومصطفى مخلوف ومعهم الصعادين حازم جمال وطرق حسن حراس المرمى مع ميشيل يانكون فيما عدا ذلك الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق بيأكد أنه بالنسبة ريدا سليم اللي كانت أجريت ليه جراحة في الكتف قال أنه ستجرى ليه أشعة منتصف الأسبوع اللي جاي إن شاء الله للوقوف على آخر تطور في حالته والتعرف على نسبة شفاية من هذه الإصابة وبعدها يحدد موعد دخول والتدريبات أكد الدكتور جبالة كمان أنه التنسيق والتشاور مستمر مع الجهاز الفني بخصوص بقية اللعيبة خاصة في ملف الإصابات في هذه الفترة مستر كولر كمان عمل جلسة مع كابتن خالد ديبو مدير القطاع للترتيب للمرحلة اللي جاية يعني هي أنا قلت لك فرصة طيبة جدا سواء للجهاز الفني أو اللعيبة اللي فاتهم قطار المنتخب مش هسميهم البودلاء يعني أنا مش شاف إن الأهلي فيه بودلاء فيه فريق كله يستطيع أن يؤدي نفس الأدوار لكن هي فرصة جيدة مؤكد لمجموعة الصعيدين من الناشئين علشان الرجل يستطيع أنه حتى يعودهم على أجواء الجرعات التدريبية فأنا دائما أرى أن مشكلة أي لعب بيتصعد اختلاف الجرعات التدريبية والأحمال والأجواء فهو حتى لو هو خاد الجرعات دي أو فهم حتى لو عاد لفرقته ويرجع يبقى تحت العين عرف أنه تحت العين أي زي ما الجهاز الفني عليه مسئولية أنه يتابع كل هذا الكم من المواهب أيضا اللاعبين بقت مسئوليتهم أكبر لأنها مسئولية تتعلق بهم هما أنه يعبر عن نفسه يبين أنه يستطيع أن يغتنب الفرصة وأنه على قدر المسئولية دول الصعيدين العشرة في تدريبات البدنية آه يعني هدي يعني لا دول في محراص مارمى كان تدريب حراص المارمى اللي فات دول بقى الفريق ويعني عدد كبير برضو موجود في التدريب ابتدت الأمور تاخد شكل طبيعي لنك تشهد تدريبات بقى بهذا المستوى من التقل يعني ما هيش بقى يعني خدنا الثلاث اربعة ايام العودة دول وقت تدخلين على الأحمال بقى الأشغال الشقة آه الأشغال الشقة هذه أثقال وحديد وأسك وشغلانة آه أسك وشغلانة